ما إن وصل خمسة من قادة كتيبة أزوف الأوكرانية إلى كييف والذين عادوا برفقة الرئيس فلودومير زيلينسكي عقب زيارة له إلى أنقرة حتى سرعت موسكو إلى إعلان رفضها السماحة بخروج قادة هذه الكتيبة والذي اعتبرته مناقضاً لاتفاق مسبق يوجب بقاءهم في تركيا إلى حين انتهاء أو حسم الصراع في أوكرانيا حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن السماح بإرسال قادة الكتيبة الأوكرانية تم دون علم روسيا كتيبة أزوف وهي وحدة إنشأها متطوعون عام 2014 قبل أن تدمج بالجيش الأوكراني كانت آخر المدافعين عن مدينة ماريبول الواقعة على بحر أزوف حتى سقوطها بيد القوات الروسية في شهر أيار من العام الماضي إذ اضطر عدد من قادة الكتيبة للاستسلام بعد مقاومة دامت أكثر من ثلاثة أشهر في أنفاق وملاجئة تقع تحت مصنع أزوفيستل للصلب كتيبة صنفتها موسكو بأنها منظمة إرهابية في شهر آب عام 2022 إلا أن أنقرة رعت اتفاقا بين الجانبين لتبادل الأسرة ليعلن الرئيس الأوكراني حينها أن قادة الكتيبة نقلوا إلى تركيا وسيبقون فيها إلى حين انتهاء الحرب اتفاق شمل أواخر أيلول الإفراج عن 55 أسير حرب روسيا مقابل 215 كانت تحتجزهم موسكو من بينهم قادة الدفاع عن أزوفيستل ورغم ما أبدته موسكو من تحفظ على خروج قادة الكتيبة إلا أن تصريحاتها لم تتجاوز نبرة العتاب حرصا على بقاء منافذ لها في ظل تحشيد غربي ضدها خاصة أن تركيا لطالما لعبت دور الوسيط في المنطقة والحرب الروسية الأوكرانية إذ كانت رعية لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية على الرغم من استمرار الحرب ما جنب الكثير من دول العالم شبح المجاعة كما تحاول تركيا عبر دبلوماسيتها وموقعها الهام أن تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف وخصوصا المتحاربة منها وأن تحافظ على مصالحها وموقعها مع كافة الجهات بحسب مختصين بالشأن التركي